اشتركوا في القناة وهو الرقى بداية نمهد في هذا الدرس المسلم قد تصيبه في حياته امراض مختلفة يكون بحاجة الى التداوي منها وقد ابدل الله اهل الاسلام الموحدين بدلا عن التمائم والتعاويد الشركية كما اخذنا في الدروس السابقة بداء الشرعية لدفع البلاء قبل وقوعه او رفعه بعد الوقوع وذلك بمشروعية الرقية والتعاويد الشرعية فالمشروع للمسلم التداوي بالادوية المشروعة والمباحة ويجب عليه تجنب التداوي بكل ما ينافي التوحيد او كماله الواجب هذا بداية في درسنا لهذا اليوم نعرف ما معنى الرقى وما معنى تعريف الرقية الرقى هي جمع رقية وهي القراءة على المريض لرفع الضر عنه الآن هذا المريض وهو مصاب يعني بأحد الأمراض المختلفة فتعريفها هي القراءة على المريض لرفع الضر عنه وتسمى العزائم والتعاويد وأكثر ما تطلق العوذة أو التعاويد على القراءة على الأطفال وغيرهم لحمايتهم من العين والحسد والشياطين والسحر وغيرها فالرقية تكون بعد نزول البلاء والعوذة تكون قبله للحماية أي بمعنى قبل نزول البلاء بعد ذلك ننتقل إلى طرق الرقية للرقية طرق متعددة منها القراءة عن المريض مباشرة مع النفس أي بمعنى تقرأ من القرآن الكريم وبالأدعية المشروعة وبالأدوية المشروعة والمباحة أيضا ثانيا القراءة عن النفس أو المريض مع وضع اليد على موضع الألم أو مسحة باليد يعني بمعنى أنك تضع يدك على رأس المريض على ظهره على بطنه على مكان الألم أو مسحه ثالثا النفس في ماء ثم يشربه المريض أو يغسل به موضع الألم أو يغتسل به بمعنى أنه بهذا الماء إذا قرأ الإنسان عليه صورة البقرة كاملة أو قرأ عليه المصحف كامل فإنه يستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بهذه القراءة لكي تجعله شفاء وترفع عنه هذا الضر الكتابة بالزعفران ونحوه في صحن أو ورقة نظيفة ثم يغسل ثم يشربه المريض أو يغسل به في موضع الألم وهذا موجود بمعنى أنه يأخذون الضعفران ويكتبون عليه مثلا آيات من القرآن ويضعونه في صحن أو ورقة ثم يغسلون بهذا يغتسل به ثم يشربه المريض أو يغسل به موضع الألم وهذا يسمى العمل المحو لأن الكتابة تمحو بغسلها يعني هذا موجود وموجود أكثر بعض الرقاة يتخذون هذا الأمور لأنها من طرق الرقية المشروعة لدينا بعد ذلك ننتقل إلى أنواع الرقية وأحكامها طبعا أنواع الرقية هي ثلاثة أنواع النوع الأول عندنا هو الرقية الشرعية وهو ما كان بالقرآن الكريم وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار والأدعي المشروعات طبعا هذا الحكم جائز لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا الدليل على جوازها أنه حديث عوف بن بالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا نوقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال أعرض علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك بمعنى أن الإنسان يرقي على هذا الشخص المريض ولكن لا يكون فيها ما لم يكن به شرك طيب شروط الرقية المشروعة طبعا باقي الآن ذكرنا نوع باقي الآن سوف يأتي معنا النوع الثاني والثالث شروط الرقية الشرعية أن تكون بكلام الله عز وجل أو بكلام رسوله من الأدعي الوالدة والمشروع أن تكون باللسان العربي أو ما يعرف معناه وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل هي تقدير الله سبحانه وتعالى أي ببعنى أنها تقدير من الله طبعا هذا النوع من الأدعي الوالدة والمشروع أن تكون باللسان العربي أو ما يعرف معناه وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل هي تقدير الله سبحانه وتعالى أي ببعنى أنها تقدير من الله طبعا هذا النوع الثاني الآن هي الرقية المحرمة وهي الرقية التي لا تتوفر فيها شروط الرقية المشروعة ولكنها لا تصل إلى حد الشرك أي بمعنى بالكلام الغير المعروف وهذا حكمها محرم وهي من ضرائع الشرك أي بمعنى الإنسان إذا اعتمدها وتطور في هذه قد يكون يوصله إلى الشرك بعد ذلك ننتقل إلى النوع الثالث وهي الرقية الشركية وهي الرقية المجتملة على الشرك مثل دعاء غير الله والاستغاثة بالجن والشياطين بل كهنة كما ذكرت هذه حكمها محرمة وهي شرك أكبر وهذا من الشرك الأكبر طبعا الآن أنواع الرقية وفي هذا الشكل هي شكل مبسط بمعنى أنك تعرف ما هي أنواع الرقية الرقية الشرعية وهي الجائزة عن النبي صلى الله عليه وسلم الرقية المحرمة وهي التي تدعي إلى ضرائع الشرك والرقية الشركية وهي أصلا من حكمها محرمة وهي من الشرك الأكبر هذا موضوعنا في درس الرقى وبهذا ننتهي من هذا الدرس وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ترجمة نانسي قنقر